شكراً صباً السوق السعودي ارتد إلى المنطقة الخضراء بآخر جلسة سنتابع التفاصيل وأبرز محركات السوق اليوم قبل الافتتاح بدقائق بالتعاون مع بوابات أرقام السوق السعودي عاد للمكاسب بجلسة أمس وتعافى من أكبر خسارة يومية في 19 شهر المكاسب خلال الجلسة وصلت إلى 200 نقطة قبل أن يعود المؤشر ويقلص إلى 22 نقطة والسيولة تراجعت قليلاً إلى مستويات 6 مليارات و700 مليون ريال أيضاً كميات التداول لنحو 190 مليون سهم تبين أداء القطاعات الرئيسية تأمين المواد الأساسية والبنوك كانت على ارتفاعات فيما تراجع قطاع الاتصالات وقطاع الطاقة في حركة الأسهم الراجح اتفع بنسبة 1% عند 135 ريال سابك للمغذيات كيان المتقدمة وبتروكام سجلت ارتفاعات تراوحت بين 3% و5% فيما تصدرت أسهم شركات قطاع التأمين الارتفاعات أسهم سايكو أمانة للتأمين ساب وعناية كلها كانت على ارتفاعات بالنسبة القصوى في المقابل تراجع سهم سابك بنسبة 1% بعظيم ومعدنية تصدرات تراجعات بأكثر من 6% صفولة المراعي وأكسترا أيضاً كانت على تراجع أعلنت شركة أرامكو عن إرساء مقاولات تطوير مكونات حقل الجفورة ومقاولات لمرافق صناعية تشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء بقيمة 10 مليارات دولار تزامناً مع إعلام بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير حقل الغاز فازت شركات خدمات محلية ودولية بتلك المقاولات وبحسب بيان رسمي لأرامكو من المتوقع أن تصل النفقات الرأس مالية في الجفورة إلى 68 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأولى من التطوير ووزارة الطاقة السعودية أطلقت برامج التوسع الكبير في حجم أعمال الغاز في أرامكو السعودية قال رئيس أرامكو وكبير إداريها التنفيذيين أمين الناصر أن هذا الإنجاز في مجال الموارد غير التقليدية يأتي في وقت مثلي حيث يشهد العالم مسير التحول بقطاع الطاقة توقع أن ينتج الحقل ما يقرب من ملياري قدم مكعب قياسي يوميا من غاز البيع في 2030 أشار الناصر إلى أن الشركة تمكنت من خفض تكاليف الحفر بنسبة 70% وأيضا خفض تكلفة التحفيز بنسبة 90% منذ معيار التكلفة المعتمد لـ 2014 وبطاقة إنتاجية بمقدار 6 أضعاف مقارنة بالمراحل الأولى للبرنامج سنكون معكم في برامجنا الاقتصادية اليوم لمتابعة مسار جلسة اليوم للسوق السعودي عود إليك السبا